طالما اتكلمنا عن نادي الاهلي نكمل مع النادي الاهلي وبعدين نكمل موضوعاتنا الموضوع الاولاني انه ادارة الاهلي جالها جواب من الاتحاد الافريقي وده جميل لانه الاهلي بعد مبارات النجم الساحلي ماسكتش صعد وعمل احتجاج رسمي كانت المفاجأة انه ادارة الافريقي قال له طب يديني الاخطاء اللي وقع فيها الحكم جيش وابوندو البتسواني عشان نشوف القصة شكلها ايه طب انا من سوق الحظ ان احنا ما عندنا اش اللقطات يعني وقال له احنا مهتمين جدا بشك والنادي الاهلي من الحكم البتسواني واحنا حرصين جدا على النزاهة والشفافية بين كل الفرق المتنفسة والاتحاد الافريقي بيعمل على تطوير منظومة التحكيم حلو الكاف قال النادي الاهلي بعت لنا يا سيدي الحالات اللي وقعت في المباراة واللي من وجهة نظركه خلفت نصوص قانون اللعبة واهضرت حقوق للاهلي ولعبية زي ما انتم بتقولوا اللي بيثبت ان الحكم البتسواني ضيع وقت المباراة ما بين الاقافات والاصابات والاستبدالات ده كلام الاهلي بقى عدم قيام الحكم بتوفير الحماية الكافية للعبة خلال المباراة وبعد المباراة وبعد النادي الاهلي كمان قال ان كان فيه ضربة جزاء صحيحة اقول لكم بقى رد النادي الاهلي دعمه بالمستندات ومقاطع الفيديو الاهلي صرد في رده عدم احتساب ضربة جزاء لفريقه بعدما اللعب رقم 6 لعب الكرة بدراع اليمين في لمس الكرة داخل منطقة الجزاء النادي الاهلي بعت انه تم اضاعة الوقت بطريقة متعمدة تجاوزت 8 دقايق ونص عدم توفير الحماية للعبة النادي الاهلي وجهازهم الفني اثناء المباراة او بعدها تعمل طرد اللاعب ايمن اشرف بطريقة غير مستحقة بعد مرور 13 دقيقة فقط من بدالة المباراة وقال ان ده حصل فيه مباراة الرجاء من قبل ده كان جواب النادي الاهلي او خطاب النادي الاهلي للكاف اللي انا منتظره حاجتي الحاجة الاولى انه الكاف ممكن وده هيبقى صعب جدا يقولك والله معاكو حق وهذا الحكم ده مكانش كويس وارد بس ده من وجهة نظر احتمالات ضعيفة الحاجة التانية انه يقولك لا 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 كل الكلام اللي انت بعته ده في صميم اللعبة صميم القانون وكل اللي انت قلت ده لأ اساسة له من الصحة وان الحكم لم يخطأ وان الحكم كان كويس وانحنا بحسنا الشكوى وده اللي نمتوقعه يحصل من الاتحاد الافريقي ليه لانه اللي بيحصل اللي بيحصل خلال الفترة اللي فاتت واضح كده انه ضد الانديا المصرية مش ضد النادي الاهلي بس يعني فيه توجه كده توجه معين ضد الاندية المصرية يعني فده تصوري ده تخيلي يعني ممكن يكون تصور كله واهم او يكون مش صحيح او مش على حق فيه يعني جايز الله اعلم يعني بس انا متوقع ان ده اللي هيعمله الاتحاد الافريقي بعد ما يدرس الشكوى يقول لك والله ما عندكوش حقه وبالتالي احنا درسنا وبحثنا وانتو يعني الفترة اللي جاي حيبقى في حكام بشكل جيد وممكن ده يحصل يعني لكن انا مبسوط من النادي الاهلي وصعده وعمله لانه لما الترجي عمل ده في المباراة الاخيرة مع النادي الاهلي في النهائي الافريقي الموسم قبل الماضي اخذ حقه تالت ومتالت توقف وليد اظهار والمدرب كانوا جايبينه للتحقيق ورجعوا الجمهور اللي كان موقف خدوا كل حاجة خدوا كل حاجة للامانة يعني فادروا يلعبوا على حقوقهم وادروا ياخدوا اكتر مما كانوا متصورين يعني العيب لم يطرد ومع ذلك اوقف بناء على صورة باعتها مخرج مصري بقى الكتاني هاو مخرج مصري باعتها للاخوة هناك وهم اللي عملوا بها الاحتجاج وحاجة غريبة جدا نبقى فيها اهل وزمالك في هذا الامر يعني وبناء عليه تم ايقاف وليد اظهارو عن اللعب هذا اللقاء يعني وكان المدرب كارترون جابوا للمسائلة والتحقيق وا 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 قبل المباراة وكانت امور كثيرة جدا اللي عملوا النادي الاهلي صح وخليه يكمل على هذا النحو يعني ان شاء الله